ترجمة نانسي قنقر يحدث الذكاء الاصطناعي ثورة هائلة في مختلف جوانب الحياة مغيرا طريقة عملنا وتفاعلنا مع العالم من حولنا وبات تأثيره واضحا في مختلف الغطاعات بدءا من الطب والتعليم وصولا إلى النقل والتصنيع مشاهدين دعوني أستعرض لكم أبرز فوائد الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات الأفراد بشكل أفضل ويساعد على تحسين جودة الخدمات الموجودة مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليمية كما يمكنه أتمتات العديد من المهام ما يوفر الوقت والجهد هذا ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات في مختلف القطاعات مثل قطاع الصناعة والزراعة ويساعد على تقليل الهدر وزيادة الانتاجية ويمكنه تحسين سلاسل التوريد وتقليل التكاليف كما يستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير تقنيات جديدة وإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات ويساعد على تحفيز الإبداع واكتشاف فرص جديدة ويمكنه تسريع عملية الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة بشكل أسرع بالإضافة إلى ذلك يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين نوعية الحياة في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والترفيه فهو يساعد على توفير رعاية صحية أفضل وتعليم أكثر فاعلية وترفيه ويمكنه جعل الحياة أسهل وأكثر راحة مشاهدين يعد الذكاء الاصطناعي تغنية ثورية لها القدرة على تحسين حياتنا بعدة طرق ولكن من المهم استخدام هذه التغنية بشكل مسؤول وأخلاقي لضمان تحقيق فوائدها للجميع ومعالجة تحديتها